التطور التكنولوجي كما قلت أصبح له تأثير كبير جدا وينبغي أن نفكر بشكل جلي ونحن نتكلم عن إصلاح المنهاج أن نضع المكان اللائق للتكنولوجيا في المنهاج لأن أصبح لها دور كبير جدا أما نلاحظه وحتى الآن ما زلنا نتكلم عن استعمال تكنولوجيا المعلومات نتكلم عن إدماج تكنولوجيا المعلومات في المدارس وفي المؤسسات ولكن في الحقيقة يجب أن ننتقل إلى عقلية أخرى هذه العقلية المتعلقة بالتعامل كيف نتفاعل ونتعامل مع تكنولوجيا المعلومات وليس فقط استخدام هذه التكنولوجيا فنحن تحت تأثير وتحت ضغط تكنولوجيا المعلومات لأن تعرف تطور كبير جدا والكل يعرف الآن ما هي التأثيرات المثلا تشارجي بيتي مثلا تأثيره الكبير جدا فيما يتعلق بتعليم التلاميذ هذا كمثال غدا سيكون لنا مدارس وجامعات يعني مملؤة بالشتراحة الإلكترونية وباللاقطات الإلكترونية وبالشاشات الذكية وتتفاعل وتؤثر وتؤثر في العملية التباية والتعليمية يجب أن نكون وعين بهذا التحدي في إصلاح الأمناج فإذا لم نكن وعين بهذا التحدي أصبح الآن كما قلت الآن العملية التربوية التعليمية أصبح فيها فاعل جديد لم يكن موجودا سابقا هذا الفاعل هو ما أسميه بالفاعل الافتراضي أصبح غير من طبيعة العملية التعليمية التربوية غير من طبيعة بشكل جدري الآن أصبح هناك الأستاذ والمتعلم والمحتوى التعليمي الرقمي والورقي ولكن هناك فاعل رابع يعني عنصر رابع والفاعل الافتراضي لهو يؤثر في العملية التعليمية أصبح الأستاذ أو المعلم ليس وحده الذي يتفاعل مع المتعلم بل هناك فاعل آخر يتعلم داخل الصف وخارج الصف ويؤكد بشكل كبير جدا نظرا لأنه عنده الولوج إلى معلوم إلى قاعدة معطيات كبيرة جدا الآن نتكلم عن بيقداتا يعني عنده معلومات لا تتوفر حتى على الأستاذ ولا تتوفر حتى على مستوى الجامعة أو على مستوى المدرسة نتكلم عن الانترنت والكل يعلم اليوم أن الأصل المغربية أغلبها الآن عندهم الولوج إلى الإنترنت أصبح هذا كذلك يشكل تحدي كبير جدا الذكاء الاصطناعي الحاسوب الذي أصبح له قوة كبيرة جدا لمعالج معطيات هذه الأمور تجعل نفكر بشكل جذري في نموذج بيداغوجي جديد الأستاذ عندما يتعامل ويتعلم يتعامل معه باعتماد النموذج البيداغوجي له للأستاذ وفي نموذج بيداغوجي آخر للتكنولوجيا المعلومات فكيف نوفق ما بين هذا النموذجين المختلفين ترجمة نانسي قنقر